هذا وأكد معالي سيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على الموقف الثابت والداعم لشرعية في الجمهورية اليمنية مشيرا حرص المجلس النيابي نحو تعزيز العمل المستمر وتسخير الجهود الداعمة والمساندة لعادة الأمن والاستقرار للبلد الشقيق على دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مشيدا معالي بعمق العلاقات التاريخية المتميزة الراسخة بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة على كافة المستويات والأصعدة ومنوها بأهمية العمل على تعزيز وتنمية الدبلوماسية البرلمانية وتكثيف الجهود وتوحيد الرؤى الثنائية المشتركة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال معالي سعادة الشيخ محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب اليمني والوفد المرافق والتي تأتي زيارتهم على هامش استضافة مملكة البحرين الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبادل الخبرات بين مجلس النواب اليمني ومجلس النواب البحراني وأيضا المشاركة في حفل استتاح الدور العاشرة لرؤساء الشورى والنواب والأمة اللي سيعقد في المنامة وشرف عظيم أن نتبادل معهم المستقدات على الساحة اليمنية وعلى الساحة أيضا العربية الأمة العربية اليوم تمر بظروفا صعبة وعصيبة وتآمر أيضا كبير أيضا عليها هناك ملف الإرهاب وهو طبعا اللي يدق أبواب كل الوطن العربي وأيضا ملفات أخرى منها تدخل الأقليمي في بعض الدول وبلخص أيضا اليمن